نضع زبدة ونضع بصل مبشور أو متقطع قطع صغيرة نبدأ مع بعض نبدأ ونبدأ حلقة الخطوة نضع زبدة غلى الزبدة والبصل معنا ونضع زبدة غلى الزبدة نضع ميزة ملح ومعلات زيت أو زيت غالي قطع عين الثاني يا حبيبي نضعين البشاميلة ده زبدة متوصين بها قليلا لانه이� بتشرب السمنة لانهدر الحلقة نضع ساتب معالق من هدر seg ثلاث معالق ده ثلاث سمنة ثلاث معالق ده ثلاث ثلاث سمنة هكذا أنا عن نفسي زودا قليلا لأن أولاد يحب البشامل كثير لذلك نزود السمنة كما نرى حقاً حقاً لدينا الدقيق لأن الدقيق يمكن أن يتحرق نعم؟ نحن نشغل عيون البتغاس في العن عين عليها سلي المقارونة و العصاب و العصاب و الجلي و الشميل على العين نضغل نقلب كثير حتى نستوي معنا وقالوني بنده كثيراً وقالوني أصفر انا أريد أن أخبركم على مدوع بكر العوك الذي أعمل كما قلت لكم أنا مز علينا لكن تبقى تعبنة الحاجة ومكلفها لكن في النهاية كما قلت لكم أنا ببقى عندي قناعة أن الحاجة دي رصد فا نريش رزق فيك فخلص يعني عشان في ناس كتير رزق علينا وقاعدة بتقول لي يعني أنت بتنشهولي وانت بتنزلي يا جمعة والله العظيم عادي ايه المشكلة؟ هاولوك على الحاجة طب تعبنة أخذ الجانب الإجابي من الموضوع بلاشه الجانب السلبي الجانب الإجابي في الموضوع إن أنا عندي كذا دكر بط فلما ضع واحدة عندي غيره لو أنا يبقى ربي بقى وضع الدكر دوت مثلا كنت جايبة مثلا أظهراته أو حاجة وحطها على السطح على شغل ما ده تخاربة لو ضع منك تنزمين زعلانة وحزينة طبعا يعني جاي نتكلف على غالي يعني فأنا الحملة للعرب العالمين عندي غيره يعني فخلص أنا فوضت أمر إضاء الله وأنا مفيش أي مشكلة وأنا والله مسامحة للي رحله إن شاء الله يكون رحلة وحاجة يعني يكون محتاجه فعلا ودخل عليدي السرور أنا يعني أنا هكون سعيدة ومبسوطة وأنا مسامحة فيها جماعة فما حدش بقى يكون زعلان وخفز بقى يعني إنسوا الموضوع وإن شاء الله ربنا يجلك هنا في الحاجة اللي عندنا فوق اللهم اتلحب بصوا حبيبي أول ما البشاميل ده يعني يصفر شوي لازم نشيله من على النار وإحنا بنحط اللبن لو إحنا حطينا البشاميل أسفل لو حطينا اللبن وبشاميل كده على النار هيبدأ يتكتل معي وهيتعبني جدا مش هيدوب بسرعة فأنا بشيله من على النار ويضيف اللبن بتاعي وطبعا باستمر بالتقليب فلا حد لما يبقى معي القواهم متماسك وكواس يعني يكون ناعن كده فهنشوف مع البعد هنعملي كده 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 شايفين حبيبي أنا حطيت اللبن كله دفع واحدة طبعا بعد ما شلت اللبن أنا على النار حطيت اللبن وبقلت بسرعة بسرعة عشان ما يتكتلش معي عشان ما يتكتلش نخلص الخطوة ديت ونشوف نعملها مع بعض ووز حوايبي أنا بالنسبة للكواهم ده حلو جدا لأن البشمال اللبن يتكتل كمان شوية كده كفاية جدا شوية اللبن كده 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 كرميل كفاية اوحيمة كده 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 فنحضر كده كده تواب الهيط معانا عندي كذرة مبشورة عندي ملح عندي أرن فلفل بارد عشان يلادي بحبوش الحامي عندي تماطناية قطعة قطعة صغيرة عندي بهارات عندي فلفل أصمت لدينا مقعب مرأة ، لا يجب أن تضع أصمر من الطماطن لكي أضعها على اللحمة معنا معدل ملح سأضع الملح لا تغسل الملح لأنه سأضع الملح سأضع الملح سأضع الملح سأضع الملح سأضع الملح سأضع الملح الزباب هذا هو تقدم الجزء على الملح الشماء الملح سأضع الملح فلفل below ملح السم фотограф ًا إلى الملح ونضع جزء على الماكارونا نضع نصف الماكارونا من الاشعاء ونكمل بقية المكارونة على الوش. حبايب احنا حطنا العصاج على نص المكارونة اللي احنا حطناها. هنقفل بقى بالمكارونة التانية ونحط الباشاميلة على الوش. وكده المكارونة تبقى جهزة معنا وانا بحط معلقة ان زبدة كده على الوش عشان يعني يساعدوها على ان الوش يتحمل وصرح. وده شكل الصينية النهائي. شايفين المعلقة الزبدة اللي احنا حطناها على الوش. قدت يعني خليتها احمرت ازاي وبيت جميلة. يعني ولا ندهم بيد ولا نحط جبنة رومي ولا اي حاجة. يعني ما شاء الله يعني يبنها احمر وجميلة ازاي الوردة هي.